سوق الضخم تتميز بخصائص تقليدية سينية تلدهم بزبائن المحليين في مملكة البحرين هنا مدينة نينة سينية أكبر مركز تجاري للبيع بتجزيع الجملة في البحرين حيث يغضي المجمع التجاري للمدينة مساحة 54 ألف متر مربع ويضم أكثر من 787 واحدة تجارية مخصصة لبيع مختلف النواة من المنتجات الصينية بدأنا تجارتنا في مدينة تنين منذ عام 2015 ببعاء المنتجات الإلكترونية المستوردة من الصين حيث كان هناك إقبال واسع على كاميرات المراقبة للمنازل في السوق المحلي لدي ثقة بأفاق السوق البحرينية لأن البحرين مجاورة للصعودية وهذا يجذب الكثير من الزبائن من الصعودية والدول الخليجية الأخرى خلال نحية الأصباح إن مبيعاتنا مطلوبة هنا لأن هناك حاجة كبيرة إلى اللعب الصينية الصنعة في السوق المحلية بفضل أسعارها المنقفضة وجودتها المميزة وعتزم تنويع المنتجات في محلي لتوسيع تجارة هنا بريدوفا إلى تشكيل متنوعة من خيارات التسوق تمتزج في مدينة النين أمتع مع أجود المنتجات بصعر في متناول يد وبفضل كل هذه المميزات أصبعت مدينة النين أحد المعالم السياحية البارزة في البحرين ولا تيقصده السكان المملكة وصوارها من جميع أنحاء العالم أشتري الكشف جودة وكيعة من جنة وكيعة السعر يكون مناسبة السعر المعلي هذه الليترز يشتغل بس بالإضاءة يعني من ترفعه يولع ليت داخل فيشتغل إضافة إلى حرص حاذر مدينة على تقديم تجربة تسوق مميزة لزباين تبذل الشركة السينية التي تشعل هذه السوق الضحمة والتي تستقبل أكثر من 16 ألف زبون يوميا وصرع جهدها في خلق أفضل بيئة تجارية للشركات المقيمة في المدينة مدينة التنين إدارة مدينة التنين لديها إصدار تقريبا شهري يأتي في شكل مجلة تحتوي هذه المجلة تقريبا أغلب المنتجات التي يمكن أن تعرض في مدينة التنين من منتجات تجميل من منتجات سواء تجهيزات منزلية كل ما يحتاجه البيت من سجاد من ستائر أو ألعب حتى قسم الأطفال يعني مدينة التنين لم تغفل عن هذا الشيء قدمنا سلسلة من الخدمات الشاملة للشركات الصينية والإقليمية المقيمة في مدينة التنين بما فيها الضمان اللوجستي والإجراءات القانونية وعملية التدقيق وإجراءات التشغيل كما دفعت مدينة التنين أعمال التوزيف للمحليين وحتى تنمية وازدهار المنطقة الشمالية من البحرين لذا نعتقد أن مدينة التنين تركت تأثيرا إيجابيا في المجتمع المحلي مع عزمها السابت على تنوي اقتصادها تصلي البحرين في رعف التبادل التجاري مع السين من خلال مشروعات مدينة التنين وعليه من المشاريع التحاونين بين الجانبين في إطار مبادرة حزام الطريق الصينية نحن في أيضا من أهم النقاط التي ترتكز عليها مبادرة الطريق الواحد والحزام الواحد هي أيضا تطوير البنية التحتية أو البيئة التنظيمية وطبعا هذه تعمل عليها البحرين بشكل دائم فطبعا نسمح دخول الشركات الصينية وتملك 100% من استثماراتهم في البحرين الكلفة التشغيلية حافظنا على أنها تكون أقل من باقي الدول في المنطقة طبعا وجود العمالة البحرينية المدربة التي ممكن أن تتعاون مع الشركات الصينية ففي عدة ركائز عملنا عليها على أساس أن نزيد من التعاون مع جمهورية الصين تشاكل من التنين صورة مصغرة لتبادلات الاقتصادية والتجارية بين السن والبحرين حيث تشاكل البحرين مزيدا من استثمارات سنية في البلاد بفضل اتساء تأثير مبادرة حزام الطريق ومع جهود القصوى المبزولة من قبل الهكومتين السنية والبحرينية فلا شك أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين سيشهد وضع جديدا يساعد على تحقيق الفاوز مشتركة في المستقبل وانجون سيشهدنا العبية أما دما